موسيقى يا هلو يا مرحبا فيكم أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم نرحب بكم مجددا في هذا البرنامج برنامجكم برنامج وسم أهلا وسهلا بكم اليوم طبعا نحن في استضافة وزارة الشؤون القهوة الشعبية في منطقة السالمية في صالة ناصر سعود الصباح أهلا وسهلا بكم وبارك الله فيكم ونشكر وزارة الشؤون على استضافتنا في هذا المكان التراثي الجميل ودائما نحن في صحبة أخوي الحبيب ومطلق يا هلو يا مرحبا فيك الله يسلم والموضوعات الجميلة وأنا صراحا مترقب ومتشوق لموضوعه اليوم رح نتناول إحدى الشخصيات المهمة في التاريخ الكويتي المعاصر أنا ما رح أتكلم عن هذه الشخصية رح أترك الحديث لأخوي بمطلق الحديث حول هذه الشخصية حياك الله الله يحييك يا هلا يا أبو عبد الله سعى مبارك يا هلا حنا تخبر الشاي ترى يزيد أكيد الإبداع أي والله بس عالتش أضبط نسك بالسكة لا بس يزاك الله خير يا هلا يا أبو عبد الله الله يرضى عليك حنا طال عمرك الأمانة دائما نحرص على الحديث عن الشخصيات الكويتي صراحة اللي ساهمت في الارتقاء بهذا البلد أكيد صراحة واللي ساهمت في الإنجازات سواء الدينية الاجتماعية الثقافية الشعرية الأدبي أين كان هم صراحة هم رموز هذا البلد ندعي الظروف أحيانا الحديث عن هذه الشخصيات من أجل يعني إضاحة الصورة لأبناء هذا الجيل الجديد صحيح يعني أبناء هذا الجيل يمكن أن لا يعرفوا بعض الشخصيات القديمة نعم فحنا يعني نذكرهم بمثل هذه الشخصيات ولعل وعسنا تكون هذه الشخصيات فيها من القدوات لنا ولهم يعني واليوم حديثي عن شخصية الأمانة أجبرتني صراحة يعني الإنسانية وأجبرتني الأخلاق وأجبرتني صراحة الإنصاف على ذكر هذه الشخصية صحيح شخصية الأمانة الكويتية شخصية الأمانة يعني راقية شخصية يعني ما هي مجرد يعني علمية أو أدبية أو حتى دينية بل شخصية إنسانية نعم صراحة عرفها يعني القاسي قبل الداني أيه والله يا أبو عبد الله الله سوّتنا وائد والله يا أبو مطلق الله يعزك شخصية الأمانة كلنا نفتخر فيها أكيد رحمة الله عليه وهو طال عمرك السيد عبد الرحمن الصمير رحمة الله الله يغفر الله ويرحمة تجاوز عنه وهذا يعني الأمانة من الشخصيات اللي الأمانة لا يمكن يعني إطلاقا يعني أنه يعني يمر هذا البرنامج يعني دون يعني تسليط الضوء شخصية راقية شخصية الأمانة تعلمنا الكثير صراحة نعم لما نتكلم عنه طال عمرك حاولت الأمانة قدر الإمكان أني أستوعب شخصيته واستوعب أعماله واستوعب إنجازاته يا أبو عبد الله لكنه يعني الوقت ما يسعفنا والأمانة يعني شخصية ما شاء الله ثرية وغنية بالتاريخ وبالما شاء الله الأعمال وبالنجازات فحنا يعني بالحامة نتكلم عن بعض ملامح هذه الشخصية فأولا نتكلم طال عمرك عن اسمه رحمة الله عليه وهو الدكتور عبد الرحمن حمود الصمير الصمير من موليد 1947 ميلادي خريج جامعة بغداد كلية الطب سنة 1972 وثين وسبعين ميلادي وفاته رحمة الله عليه في عام 2013 ميلادي أعماله يعني الأمانة كثيرة بس حاول نختصر منها يعني كان طال عمرك طبيب ممارس في المستشفى مونتريال من عام 74 ميلادي إلى عام 78 ميلادي طبيب مختص في مستشفى كلية الملوك في لندن من عام 79 إلى عام 80 ميلادي كذلك طبيب متخصص في أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى الصباح من عام 80 إلى عام 83 ميلادي سبحان الله يعني تفرغ العمل لغاثي والخيري والإنساني في جمعية العلم مباشر اللي كان اسمها لجنة مسلمي آسيا و أفريقيا سابقاً كأمين عام ثم رئيس مجلس الإدارة حتى عام 2008 ميلادي رئيس مركز دراسات العمل الخيري ورئيس تحرير مجلة الكوثر مثل ما بيّنت لك عبد الله بداية الحديث شخصية مثل هذه الشخصية الأمانة حاولنا قدرهم كان نختصر صراحاً أو الأمانة ترى الكلام أكثر يطول والله نحاولنا نختصر ونذكر الأمور المهمة في هذه الشخصية طبعاً ألف كتب كثيرة وكلها متعلقة في مجاله الإنساني والإغاثي فكان من ضمن الكتب عنده كتاب مشهور كتاب لبيك أفريقيا وكان هو من الشخصيات التي اقتحمت عالم أفريقيا وسبحان الله في الغابات وفي القرى لنشر الدين والإغاثة والمساعدة كذلك عنده كتاب رحلة خير في أفريقيا وكتاب ملامح من التنصير وكتاب طبعاً عن قبائل البوران وكتاب عن قبائل الدينكا طبعاً هذه قبائل كلها أفريقية وكذلك عنده كتاب للأمانة جميل وهم متعلق في مجاله اللي هو دليل إدارة مراكز الإغاثة عجيب كذلك عنده كتاب حقيبة مسافر وكذلك أيضاً عنده كتاب قبائل أنتي مور في مدغشغر للأمانة حصل على الكثير من العضويات ومن الجوائز لكن أنا أتكلم عن العضويات التي حصل عليها كان طال عمرك عضو ومؤسس ورئيس فرع لجمعية الأطباء المسلمين في أمريكا وكندا عام 76 ميلادي عضو كذلك مؤسس لفروع جمعية الطلب المسلمين في منتر ريال وغيرها عام 74 إلى 76 ميلادي عضو مؤسس في لجنة مسلمي مالاوي في الكويت عام 80 ميلادي وعضو أيضاً مؤسس في لجنة الإغاثة الكويتية وعضو كذلك مؤسس في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وعضو مؤسس في المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة في مصر وعضو في جمعية النجاة الخيرية الكويتية طبعاً المجال أكبر أكيد وأوسع وحن نتحدث باختصار لأن هذه الشخصية الأمانة نتحدث عنها مئات الحلقات والله ما نمو فيها حق وقدر الله يرضى عليك ناهمنا الفاصل على قولتك لكن إن شاء الله نتابع الحديث بعد هذا الفاصل إن شاء الله نحييكم الأخوة المشاهدين من جديد في برنامجكم برنامج وسم وما زال الحديث مستمر عن الشخصية الكويتية المرموقة الراقية التي يحتذى فيها شخصية أكثر منها تكون كويتية أكثر منها تكون خليجية أكثر منها تكون عربية بل هي شخصية إنسانية شخصية الدكتور رحمة الله عليه عبد الرحمن وصميت وأبو عبد الله أذكر في أحد الجلسات التي نقعدها إياك نحن دائما نستفيد منك أذكر ذي ما نواهم أنك تطرقت مرة أنك بيّنت أنك التقيت مع هذه الشخصية وجه لي وجه وهني ألك يا أبو عبد الله فحدثنا عن هذه الشخصية والله أول شيء أنا أشكرك أخي بمطلق على الحديث والتنويه بهذه الشخصية الإنسانية يعني في الحقيقة التي تشرف المكان الذي تنتمي له أي والله يعني رفع راسنا في الحقيقة يكون شخصية كويتية يمثل حقيقة الإنسان الكويتي بحبه للخير وعمله وعطاءه وتفانيه فرحمه الله رحمة واسعة وبارك الله في ذريته اللي قاعدين ينهجون الآن على منهجه وكل من استن سنة المباركة في العمل الخيري أنا أذكر قبل وفاة رحمة الله عليه جاني أحد يعني كبار الأثرياء في الكويت أو التقيت معه فحملني هذه الرسالة قال لي يا ليت أن تلتقي مع الدكتور عبد الرحمن اسميط رحمة الله عليه وتبلغ هذه الرسالة إنه هذا الثري عنده استعداد إنه يعطيه مبلغ مالي سنويا مبلغ وقدره يعني كان مبلغ كبير سنويا يعطيه هذا المبلغ فأنا رحت حق الدكتور عبد الرحمن اسميط رحمة الله عليه قبل الوفاة يمكن بسنة في ما أذكر تقريبا فالتقيت معاه في اللجنة لجنة مسلمي أفريقيا اللي هي جمعية العون المباشرة أصبحت بعد ذلك فدخلت إلى يعني به المكان مكان الاستقبال ولقوه قاعد ومع مجموعة كبيرة على الرغم من ضيق المساحة مجموعة كبيرة من الطاجكيين من شرق وسط آسيا وكانوا يتلقون منا موعظة وإرشاد أنا في الحقيقة فيما أذكر تأثرت من كلامه تأثر كبير جدا كانت مجموعة من الإرشادات والوصايا الإيمانية الدينية لحمل راية الخير إلى بلادهم فبعد ما انتهى من درسه التقيت معه وحملت أو بلغت هذه الرسالة فاعتذر وقال الآن ما أنا المسؤول بإمكانكم تتفاوضون مع المسؤول لأنني أصبحت الآن صاحب مركز دراسات في موضوع العمل الخيري وبالذات في أفريقيا سبحان الله وانتهى طبعا الاجتماع بينه وبينه رحمة الله عليه وبعد ذلك طبعا يعني رحمة الله عليه بسنة تقريبا الله أكبر يعني جاءنا نبع وفاته هنا والله الله يا رب يغفر الله آمين 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 وهو سبحان الله أنا لما كنت أحضر لهذه الشخصية صلاحة كبيرة مثل ما بيّنتك في حلقة يعني شخصية الأمانة ثرية أيو الله والأمانة الشخصية يعني كثير فيها من الإنجازات والمعلومات أكيد أكيد أنا أحب بعد يعني أبين جانب مشرق في حياته رحمة الله عليه هو كله مشرق رحمة الله عليه أيو الله نتكلم طال عمرك عن يعني الجوائز اللي حضر عليها حضر طال عمرك على وسام رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي المنعقد في مصقط عن العمل الخيري سنة 1986 ميلادي حصل على جائزة الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمة الله عليه لخدمة الإسلام والمسلمين 1996 ميلادي والأمانة يعني العناوين هذه كلها منتبطة فيه صراحة فعلا هو يعني قائد يعني العمل الخيري صراحة حصل كذلك على وسام مجلس التعاون الخليجي لخدمة الحركة الكشفية عام 1999 ميلادي وحصل على وسام النيلين من الدرجة الأولى في جمهورية السودان عام 1999 ميلادي كذلك حصل على جائزة الشيخ راشد النعيمي حاكم إمارة عجمان عام 2001 ميلادي حصل كذلك على دكتوراه فخرية في مجال العمل الدعوي من جامعة أم درمان الإسلامية في السودان عام 2003 ميلادي وحصل على جائزة الشيخ حمدان أبو الراشد آل مكتوم للعلوم الطبية والإنسانية عام 2006 ميلادي وكذلك حصل على جائزة الشارقة للعمل التطوعي والإنساني عام 2009 وحصل على جائزة العمل الخيري من مؤسسة قطر دار الإنماء عام 2010 ميلادي وشهادة تقديرية من مجلس المنظمات التطوعية في جمهورية مصر للأمانة أبو عبد الله هذه الشخصية يعني أنا ما إن شاء الله ما بلغت لما قلت في بداية الحلقة أنا شخصية يعني مترامة الأطراف شخصية الأمانة يعني شاسعة واسعة الحديث عنها يعني يطول وسبحان الله كم من يعني يعني أعداد يا سبحان الله حتى يعني يذكر يعني في أقرب يعني الأحصائيات وأدقها أن يعني أسلم على يده دعش مليون مسلم الله أكبر يعني هذا رقم صراحة يعني أتوقع ما هو بسيط وعتقد في حديثة تعاون عليها يا أبو عبد الله لأن يهدي الله بك نعم رجلا واحدا خير لك من حمر النعم الله رجلا واحد يعني 11 مليون هذا رقم صراحة يعني هذا عمل صراحة دولي ما هو عمل إنسان عاني عمل عظيم صراحة وعاني يعني حتى سمعت بعض قصة كان يرويها يعني دخوله في الغابات بين الأفاعي وين طال عمرك الله عزك الحيوانات المفترسة وبين الجوع وبين المخاطر وبين يعني قلة الخدمات وصعوبة الوصول لمثالها مناطق صراحة بإذن الله بإذن الله يعني أنه إن شاء الله نعمل مشكور وأنه بإذن الله عمل يؤجر عليه والأمانة يعني أبرز يعني الصورة الكويتية أمام كل دول العالم بأن البلد الكويت هو بلد الإغاثة هو بلد العمل الخيري صحيح وهذه رسالة يعني لشبابنا اليوم نقول لهم أنه يعني هذه قدوة لنا ولكم في العمل الإنساني والخيري الله يرضى عليك خويب و مطلق يعني جزاك الله خير على الإشهادة في هذه الشخصية والتنويه وذكر مآثر وإنجازات هذه الشخصية العظيمة وهي شخصية الدكتور عبد الرحمن سميط رحمة الله عليه الرجل الذي أفنى عمره في العمل الخيري وأعطى فيه عطاء كبير جدا وكان محل ثقة عند كثير من الناس حينما أودعوا لديه أموالهم لكي يوزعها في سبيل الخير الله أخبر فهذا عمل في الحقيقة يعني نعجز عن الإشهادة فيه أو التنويه فيه أو بيان تعجز الألسن في الحقيقة في الحديث عنه بارك الله فيك خويب و مطلق وإن شاء الله نلتقي بكم أعزائي المشاهدين في حلقات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر